لا نريد لبلدنا أن يتحول مرة أخرى إلى ساحة تناحر وصراع إرادات على حساب العراقيين بأرواح العراقيين وبأموال العراقيين أكثر من مرة حذر الرئيس العراقي برهام صالح من تحول العراق إلى ساحة تناحر وصراع إرادات للآخرين ومنذ انطلاق احتجاجات تشرين الأول استهدفت مناطق انتشار المصالح والرعاية والدبلوماسية والقوات الأمريكية في العراق تسع مرات ألقى فيها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اللوم على إيران محذرا طهران من رد أمريكي حاسم في حال تعرض أي أمريكي للأذى مؤخرا تم استهداف قاعدة كيوان في كاركوك بنحو ثلاثين صاروخا ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الوقت الذي أشارت فيه تقارير استخباراتية عراقية إلى أن القوات الأمريكية أجرت عمليات بحث في محيط المعسكر وتوصلت إلى أدلة تدين إحدى فصائر الحجد دون تسميتها مساعد وزير الدفاع الأمريكي جونثان هوفمان أعلن عن قصف الطائرات لثلاثة مواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق واثنين في سوريا ردا على الهجمات المتكررة على قواعدها متهما إيران بتقديم الدعم لهم الرئيس العراقي برهم صالح قال في تصريح إن استهداف الحجد الشعبي في القائم مناف للاتفاقيات ومضر بالعراق وغير مقبول وأن الطريق الصحيح هو دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها الأمنية فيما أكد رئيس الوزراء المستقيل رفضه أي عمل منفرد من قوات التحالف مبينا أن القصف انتهاك خطير يهدد أمن العراق والمنطقة من جانبه طالب ائتلاف النصر بزعمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإلزام القوات الأمريكية ببنود الاتفاقات الموقعة بين البلدين مشددا على ضرورة عدم جر العراق في أتون الصراعات الإقليبية الدولية فأمن واستقرار العراق قيمة عليا لا يجوز التفريط بها لمصلحة أي دولة تشنج العلاقة بين بعض الأحزاب والسفارة الأمريكية ببغداد قد يؤدي بحسب محللين إلى تصعيد من نوع مختلف يمكن أن ينعكس على قدرة الأحزاب على إدارة أزمتها مع الرئاسة العراقية وهي أزمة لأن يتمكن مجلس النواب من وضع حلول لها تكون مناسبة لما ترغب فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر